موسيقى حسنا سنبدأ رقم 18 سأجد سأجد موسيقى 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 أبدأ أنا عندي في جروب 1A ببدأ كده ال-H بعد كده ال-I بعد كده ال-N-A بعد كده ال-K بعد كده ال-C-S أو أعتقد ال-R-B بعد كده ال-C-S المهم يعني أنه كل ما بنزل كده أنا عايز بس أختم بال-C-S وأبدأ بال-H-I و-H-L-I عشان نفهم حاجة كل ما بنزل كده في جروب 1A ال-Activity بتزيد وبالتالي المست أكتف هيبقى ال-C-S اللي هو السيديم ماشي كده دي سهل السيديم لكن ال-List Active يعني المفروض أنه كل ما بنزل كده ال-Activity بتزيد وبالتالي الفوق هيبقى أول واحد هو أضعف واحد صحي كده هو ال-List Active Metal يعني فالمفروض أن ال-List Active هيبقى ال-H ماشي كده لكن أنا عندي ال-H ده مش متل أساسا ال-H ده مش متل ال-H ده أنا المتل وبالتالي المست أكتف متل هو ال-L-O في بقى حاجة هنا غلط في السؤال ليه لأنه هو عايز كنت هو عايزك تكتب ال-C-S إن هي المست أكتف وال-L-I هي المست أكتف لأنك كنتم أخذتوش ال-H خالص لكن هو بيقول لي المست أكتف مش قال لي متل ماشي كده وبالتالي الأصح إن المست أكتف هو ال-H ماشي كده فالسؤال كان المفروض يتكتب إن جروب وان إيه بس إزا لسه أكتف متل ما يقول ليش إلمنت لأن اللسه أكتف إلمنت هنا هو ال-H ماشي كده لكن عشان إحنا ما خدناهاش فالطبيعي إننا هنقول ال-C-S وال-L-O-I طيب اللي هو ال-S يعني ماشي كدهendre داخ Pin APEAR OPEAR BLAINDENESS إذا إذا نخلي بلنا كتلا� الاسئلة دايما التي تجيلي بتاع البلايندنس أو بتاعت D Tech هو هنا جاب لي إيه الـ و أعطي الـ فأعطي من الأرض مستقف وزار فتشارز أكر ان سبيس دير بتحصل في أنهي لير كل الحاجات اللي هوا علاقة بالوزار بتحصل في اللير بتاعتنا تروب سفير عندي مترز أر فورمد ان الميترز بتحصل في الميزوسفير او او ا thousand أفضل سؤال بحبكر U او او هذه الأمرضة او او 10 الـ تقولها الأمرضة هنا لو كان الحيث او كيلومتر لا حاول هناك قام ب subject equal temperature تحت انا عارف ان ده الهوال temperature تحت اكبر من temperature فوق وبالتالي هعمل minus minus اللي تشينج ان temperature اللي هي 6.5 في الهيط اللي هي 2 دايما اللي تشينج ان temperature انا بكرر دايما علشان لو حد بيتفرج على ده اول امتحان يتفرج عليه فبكرر دايما اللي هقوله دايما اللي تشينج ان temperature اللي يبقى 6.5 time is the height ماشي كده فانا عندي temperature هنا يبقى 13 مينس ديت هيبقى برضو 13 فهتطلع ب zero Celsius degree ماشي يبقى عندي temperature عند عند التوب يعني مش هي او عند التوب zero Celsius degree طيب خلاص جبناها is the snow formed اذا تبقى اف مويتين هيتكون تلج او لا ايو طبعا هيتكون تلج لان انا عند ال ice بيتكون من من اول zero Celsius degree فانقول طبعا yes snow form او snow forms او قلي give reason هنقول because ice forms او snow forms at zero Celsius degree يبقى snow forms at its top mention one example for solid halogen انا عند الكولورين والفلورين gaseous البرومين liquid السولد اللي هو الايودين ان اندينجرد بلانت بلانت لا بلانت بلانت انا متعود بحلل grade 4 ان اندينجرد بلانت مش عندي غير بابيريس بلانت ان اسيدك اوكسايد اسيدك اوكسايد يعني عايز نان متال فنقول الكربون دايوكسايد طبعا هنكتب كده كاربون دايوكسايد write the scientific term it is the path of it is the path of energy that transmits from a living organisms to another in the ecosystem اول مرة يجي في scientific term اللي هي الفوتشين it is the ability of atom in a covalent molecule to attract the electrons towards او كيميكال بوندستوردس itself اللي هي الالكترونيجاتيفتي the block that contains a series of lansinides and actinides اللي فيه lansinides والactinides يبقى F block اعتقد الامتحان ده فيه الاسئلة اللي مش شبه الاسئلة بتاعت الامتحانات واللي طبيعي موجودة في المنهج فهو ليه كامل الحراف انه يحطها curved lines that joins the points of equal pressure in atmospheric pressure maps الايزوبال a candle of radiation that can break down oxygen molecule forming free oxygen atoms من اللي بيكسر ال oxygen molecule دي اللي هي الالترافيلو تردياشن the metal aid which is used in manufacture of electronic devices باستخدمها عشان عمل electronic devices هو السيليكون mention one importance or use for natural protectorates هنقول ما الفايدة بتاعتها هنقول it is established or it is used to protect the endangered species from their natural enemies بتعمل لهم بروتكتز زي عن طريق انها بتوفر لهم places علشان يعملوا grow ويعملوا reproduction بعيدة عن الاي عن الانميز طيب هنكتبها ازاي هنقول it is a species that provide endangered species with a shelter and a shelter to help them to grow and their product away from their natural enemies فان الامبالتس هنقول هو عايزن mention one importance هنقول it scatters the harmful cosmic radiation away from the earth الكوفايد نيتروجين it is used to preserve or in preservation of the coronia مثال برومايد gas in insecticides it is used in insecticides هو عبارة عن هو عبارة عن المثال برومايد greenhouse gas لا عبارة عن بوليوتنس من الأزن لير طيب هو بيعمل ايه بقى المثال برومايد هنقول it is used in insecticides ماشي كده السؤالة هو اللي يجيلي في الامتحان اللي فائد the following figure represent a period from the from periods of the modern periodic table السؤالة هو محطوط بحيث ان يعرفني ان ده كده الواحد وده الواحده ماشي انا هم دلوقتي دي what is the number of this period الperiod دي انهي بريد فاهمسك الالامنت الوحيد اللي مدهولي وابدا اعمل له configuration واشوف يبقى 2 a two يبقى في ايه period one two three يبقى هي في السرد بريد طيب طيب السرد بريد انا كل ما بمشي كده انا هحط كل الاتوميك نمبرز بتوع دول انا كل ما بمشي كده في السم بريد بزود one وبالتالي دوت 11 علشان انا ماشي كده بزود فالمفروض العكس كده هنقص بعدين هنا سيرتين بعد كده 14 15 16 17 18 ماشي كده what is the type of the compound produced from combination of element x with element z acid ولا base ولا salt طب انا عندي دلوقتي element x ده اللي هو مين اللي هو ده اللي هو ال ن اي صح كده الان اي مع مين مع المنت اللي هو زد اللي هو مين فين السفينتين ده اللي هو ايه بقى الريزلت بتاعتها الريزلت بتاعتها سلطي بس هنعرف ازاي اللي هو الان ايه يسي ال تديني 2 NaCl plus H2 فهو ده الريزلت الريزلت اللي هو NaCl اللي هو السودوم كلورايد اللي هو اصلا الملح بتاعنا اللي احنا بنكله بنحطه على الاكل what is the group number of element z عايز group number بتاع element z انا حطيت الـ configuration في z او z صح وبالتالي هو z 17 علشان اجيب group number هبدأ اعمل له configuration يبقى two eight seven يبقى الجروب بتاع اللي هو ايه اللي هو seven eight طيب and what is the what is the elements of element n الفلنس بتاع element n element n هو اللي هو two eight eight ماشي كده طيب هو عايز الفلنس بتاعته حلو قوي السؤال ده هو ده الـ element n طيب هو انا دلوقتي لو عندي مثلا طب نقول الـ element z ده عشان نفهم الفلنس بتاعته الاول بعدين ندخل على n ده seven ماشي كده فعشان يحصل لازم الاوترمس يبقى فيه eight علشان ده يبقى ليه eight هيعمل 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 جين لوان فالفلنس بتاعته تبقى اسمها مونواتوميك ليه لانه هيعمل جين لوان بس فاهمنا كده؟ طب دوت اخره eight عشان يبقى saturation هيعمل مش هيعمل حاجة ما هو اصلا فيه saturation اللي هو انه اخره eight وبالتالي الفلنس بتاع الـ element n هي zero مش هيعمل اصلا مش فيه اي فلنس ليه ماشي كده فهمنا؟ ما هو الـ atomic number of the element which precedes the element b in the same group؟ دلوقتي انا عايز فيه element ايا كان هو مين مثلا هنسميه سميه C مثلا بريسيدس يسبق يعني اللي هو قبل الـ element b في نفس الجروب فانا هعمل جروب كده واعتبر ان ده قبله طيب انا عارف ان كل ما بامشي في الجروب ديت كل ما بامشي في الجروب كده لتحت الـ atomic number بيزيد بمقدار eight طيب يبقى معنى كده ان ده اقل ان السيدة اقل من ده بمقدار eight ما انا كل ما بنزل كده بيزيد eight وبالتالي كل ما باطلع بيقل eight فانا هعمل 15-8 دي تديني كام؟ دي تديني 7 يبقى الـ atomic number بتاعه 7 ماشي كده؟ فهمنا ازاي؟ ولو قال لي ذات full wing مثلا يعني اللي بعده المفروض ان هزود eight يبقى هعمل plus eight و 23 ماشرة فهمنا كده؟ طيب يبقى هنقول due to the hydrogen bond among its molecules the atomic size increase in group by increasing the atomic number ليه الـ atomic size بيزيد؟ يبقى the atomic number increase the number of energy levels occupied by electrons increase بسبب لما الـ atomic number بيزيد number of energy levels بتزيد وبالتالي الـ atomic size طبعا بيزيد وارجعوا الـ امتحان 12 هتلاقوني شريحها فيه بالتفصيل naming the petrified forest with wood mountain ليه اسمها الـ wood mountain لان هي عبارة عن يعني فيها كميات كبيرة من الـ petrified wood اللي الشبه الـ petrified wood دي اصلا حاجات شبه الشجر بس تيجي كده تشلوها تلاقوا ان هي الماس بتاعتها زي الماس بتاعت الـ stones ماشي كده او تلمسوها تلاقوا الملمس بتاعتها شبه ملمس الـ stones الحجارة ماشي كده يبقى the petrified wood looks like او هنقول which looks like rocks شبه الـ rocks هي مش شبهها لا هي لها ملمس الـ rocks هي شبه الخشب بس لها ملمس الـ rocks تيجي تشلوها برضو لها الالماس الكتلة بتاعت الـ rocks the ionosphere layer is very important in wireless communication that it reflects its radius of radio station to the earth لانها بتعمل رفليكت بالـ radio waves اللي جاي من الـ radio stations بتعمل لها رفليكت للأرض تاني ماشي كده علشان نقدر نشوفها او نستخدمها في الموبايل او اي انكان compare between each of the following normalites fossil and foraminifera according to geological importance الاهمية بتاعتها انا كتبت هلكو هنا normalites had the indicate that the area where they found was a sea floor يعني المطيقة اللي كانوا عشان فيها كانت عبارة عن sea floor اما الفورامنفرا they indicate that the area where they found is a suitable environment of petroleum formation لنها مكان مناسب ان هما يعملوا في exploration للبترول يطلعوا منه بترول ماشي global warming and ozone hole according to the harmace بالنسبة ليه للهرمز global warming it causes increase in the temperature of the earth which lead to melting snow of two poles and causes serve climatic changes like torrents مش عندي torrents and droughts يعني هنقول like droughts يعني ماشي كده انكم مش عندوكو the torrents ولا the tornadoes مش عندوكو the ozone hole it causes the penetration of harmful ultraviolet radiations to the earth which has a harmful chemical effect الالتيمتر and the aneroid اللي قلناه في الامتحان الفات الالتيمتر is uses it is used to or it is used by the pilots in planes to determine the elevation from sea level according to atmospheric pressure الانeroid هنقول it is a device used to measure the possible dayweather according to atmospheric pressure what is the odd word out panda bear rhinoceros dodo bird pulled eagle اه عندي الباندابير دوت endangered endangered extinct pulled eagle endangered وبالتالي dodo bird هو الوحيد اللي حصل له extinction ودول لو كتبنا عليهم scientific term هنقول endangered species species ماشي كده CO2 O2 N2O CH4 ده نفس الاسئلة بتاعت الامتحان اللي فات المهم فعندي دول لان كل دول جرينهاوس جازس انما القوتو مش بينهم انا افتقارت الامتحان خلاص لسه السؤال الرابع space indicates extinction اللي بتدلي على extinction هي الفوسيل if the summation of يعني مجموع volumes of gases يعني مجموع الكاسود والأنود مجموع الهايدروجين والأكسوجين equal 60 cubic centimeter so the volume of hydrogen gas and oxygen gas respectively equals طبعا انا اعرف ان الهايدروجين اد الاكسوجين مرتين فانا ادور على على رقمين يكون مجموعهم 60 طبعا واحد ضعاف الثاني فطبعا عندي هو بيقول ايه الهايدروجين والأكسوجين بالترتيب فالهايدروجين ضعفي يبقى 40 و 20 صحي كده انما 20 و 40 لا انا اعرف ان الهايدروجين اكبر من الاكسوجين طيب افرد بقى مش الداني تشوزز خالص زي كانت المسألة اللي جات في امتحان قبل كده اعمل ايه انا اقول دلوقتي انا عارف ان الاتنين مع بعض equal 60 وان واحد فيهم ضعف الثاني فهفرد مثلا ان واحد اللي هو الهايدروجين طبعا ب 2x وهفرد ان الاكسوجين بايه بايكس وابدأ اقول ان مجموعهم بقى 2x بلاس اكس ما هبيقول لي مجموعهم equal 60 equal 60 معنى كده ان 3x equal a 60 وان الاكس اعمل divide يبقى equal 20 طيب انا قلت ان الهايدروجين 2x يعني الهايدروجين 2 times 20 يبقى الهايدروجين ب40 والاكسوجين بايكس يعني الاكسوجين ب20 فاهمنا كده نطلعها ازاي حتى لو مش اداني تشوز لو اداني كمسألة طيب انا لو عندي لو ما فيش ارجن فالمفروض يبقى الديجري بتاعتها ايه 300 ماشي كده طيب فهي بالزبط 150 فبالتالي الارجن بتاعتها نصها يبقى 50 يبقى البرسنش بتاعت الارجن ان هو 50 لان هي نص الديجري بالزبط متاخدة 150 فالنص فبالتالي الارجن بايه ب50 طيب لو جابلي لو جابلي ايه اه لو جابلي ده معنى كده ان البرسنش البرسنش بتاعته هتبقى 0 لان ما فيش تعاكل ما هي من دهالي ب300 وبالتالي ما فيش اي مشكلة فاهمنا كده طيب هو هالجن وفي الايه وفي الساكنت بريد فالهالجن زي بتاعت جروب 7 ايه مع كلمة هالجن هتخلينا استفاد ان هو الاوتر مستفيه 7 لان هما في جروب 7 ايه هو اقل في الساكنت بريد فمعنى كده ان فيه اثنين انرجي ليفل ماشي كده وبالتالي اول انرجي ليفل هيبقى 2 تاني انرجي ليفل هيبقى 7 يبقى الاتوميك نمبر بتاعه ايه بتاعه 9 الساكنت بريد فمعنى انرجي ليفل اللي اكتشف في المين انرجي ليفل هيبقى بور اوزن لير ابزورب اس ميديم الترافيرو تريز باي بتعمل ابزورب الاتدي بتعمل ابزورب ال 95 وبتعمل بنتريت ل 5 شو باي بالانسد سيمبل كيميكال اكويشنز اتش اوف زفولوينج راكشن اوف برومين وز بوتاسيوم ايوديد برومين اللي هو بي ار 2 اعرفوا كده ليه هتكتب 2 اعرفوا كده مش اي هالوجين بيتكتب عندي لوحده بيتكتب 2 لان هما موجودين على شكل داي اتوميك مش منو اتوميك بلاس ال 2 ki اللي هو البوتاسيوم ايوديد 2 ki bi reviewed plus i 2 راكشن اوف بتاسيوم مزوتر راكشن اوف بتاسيوم مزوتر يبقي انا عندي البوتاسيوم اللي هو كي 2 ب beyたوس codes المتوسيوم دا مثل يبقي 2 ki plus teh tu o يجبين ايه يجبين 2KOH بلس H2 يحصل له طيب ماانيزيام اللي هو MG بلس 2HCL ديليوت فاكتب كده يديني MGCL2 بلس A H2 يحصل له برضو نعم كما هو من المترجم كما تنظم درجة الحرب تحت الى الأرض وضع المضيد من الضراء إلى الملعج الحضر الملعج الحضر هو الكل لديه الكربون والصير هو المتباس لا يوجد المثال لا يوجد المثال ويقوم بتعضية الهضر مع ثلاثة المبكة يتبقي تخرج لانه نقطة تأكد وضع الملعج الحضر السؤال الرقم 4 يأتي على شكل A وB وC وD write the number that indicates each of the following the number of blocks in the modern product table عندي كان block أنا عندي S و B و D و F يبقى عندي 4 blocks the normal atmospheric pressure at 3 level in millibar بالmillibar اللي انتو خدتوه 1013.25 millibar طبعا لو قال لي بالبار هيبقى 1 كل اللي هتعملوه ده من البار فعلشان تحولوه البار هتعملو divide على 1000 فهتطلع كده هتحرك ده كده يبقى 1.013 بار فهمتوا كده لو طلبها منكم بالبار تعملوها ازاي يعني هاي اعمل divide بقى على 1000 هتطلع كده ماشي يعني اول 3 ارقامه منها كتبتها خلاص كده الفيديو الجاي نحلمت هنرقم 17 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة